ألا معكم وأخوتي سلام ربما داشتكم اليوم يسمع الكثير من التعايد المسيحيون هناك الكثير من أشخاص يتحدث ب عنديك ف giving these sorts لماذا يتحدث لهذا من كارا نسمع التعايد المسيحيين ويكون اعترافة في الألواء الانسان ينعاد عليك لماذا يقول انه لا تعيدون لانه على اساس البعض اللي انا سامعه بيقول لا تعيدون بعيدون لانه بتعترفوا بديناتهم مش مظبوط هذا الامر ابدا لما انا اقول لانسان ينعاد عليك كل عام وانت بخير بتفرق بكون عبقول للانسان اللي قدامي انا شو مكان دينه ينعاد عليك انه تضلك طيب وتعيد هايدي السنة مرة تانية ما فيها اي شي لما بعيد الميلاد اقول له لا اي انسان مسيحي ينعاد عليك ميلاد مجيد بكون انا عب بحكي بما هو يعطقت فيه وليس بما انا اعتقد فيه انا عبعيده كانسان بعرفه لما انا بدي اعيد خيل مسلم برمضان او بعيد الاطحى او بغيرة من الاعياد وقال له ينعاد عليك بكون عبعيده هو وحتى اذا توصلت قلت له رمضان كريم كون انا عم بحكي ما هو يعتقد وحقه وحريته بالانتماء او لا انتماء حق الانسان اللي قدامي يكون منتمي او لا منتمي يكون منتمي الى اي ديانة الى اي حزب الى اي عقيدة الى اي فكر بس يجي هيدا العيد اذا كنت هالانسان انا بعرفه هيدا من احترامي لو وجوده الانسانة بقول له ينعاد عليك مش معناته عب بعترف بعقائده وايمانه ودينه لا انا عبقول لهيدا الانسان ينعاد عليك فانا بدي اقول للكل اليوم مسلمين ومسيحيين ينعاد عليكم ان كان بعيد الفصح المسيح قام ولا بعيد الفطر نقول له ان رمضان كريم بدي عيد لكل وهيدا من محبتي للبشرية وللناس اللي انا بعرفها الناس التانيين واللي بكونوا من حيالة ديانة بدون ينكروا الاخر هن احرار ويستفلوا وانا بعرف كمان في كتير فيديوهات بعملها من الاديان التانية يمكن بينتقدوا او ما بحبوا او ما بكونوا عم بحكي عن عقائدي انا وعن ايماني انا فهن ما بحبوا بتتحول عندهم الى مهاجمة لقالة مع العلم اذا بيفكروا كتير منيح بيعرفوا انه انا اعلم وافسر ما انا مؤمن فيه وما انا اعتقده وانت قالك الاختيار تفسر اللي انت مآمن فيه واللي انت بتعتقده فانا اليوم بدي عيد كل اخوتي واصدقائي على الفيسبوك وكل الناس حتى اللي مشوا على الفيسبوك معي اللي بيسمعوا هيدا الفيديو بدي اقللهم ينعاد عليكم بكل الاعياد انا عبعيدكم لقالكم وان شاء الله كل عام انتوا بخير وينعاد عليكم اي يطول بعمركم ونظل نشوفكم ونحكيكم والله يبارك الجميع امين